النهاردة عشاء الكورة المصرية بتنتظر انطلاق بطولة السوبر المصري في شكلها الجديد واللي هتقام السنة دي بمشاركة أربع فرق وهم الأهلي وبرامنز وفيوتشر وسيراميكا وحيلعب النهاردة الساعة 3 ببرامنز وفيوتشر والأهلي وسيراميكا حيكون مباراتهم الساعة 7 بالليل ما فيه شك إن كل فرقة من الفرقة الأربعة مننا عندها دوافع للفوز بهذه البطولة عايزين نتعرف طبعا على تفاصيل المباراتين من ضفنا اللي موجود معنا عبر زوم الأستاذ رضا سليم الصحفي بجريدة الاتحاد الإماراتية صبع الخير عليك صبع الخير وصبع الخير على كل أهل مصر بسر محمد بسنطلنا يا أهلا بيك يا أستاذ رضا بسعيد إن شاء الله يا أهلا بيك زي ما كنا نتكلم كل فرقة من الفرقة الأربعة عندها دوافع خلينا نبدأ بالمباراة ما بين بيرامدز وفيوتشر إزاي شايف هذه المباراة والفرقتين بيسعى لتحقيق أول لقب في السوبر ليه الحقيقة قبل من نتكلم على المباراة الأولى لتقوم الساعة 5 بتوقيت الأمارات والساعة 3 بتوقيت مصر لازمًا نوجد شكرا للكم الأمارات إنها في السوبر المصري نتكلم على المرة السابعة وهذا يعتبر ربط جبيل كبير جدًا يكفي إن شعال الصوبر في الأمارات الأمارات ومصر قلب واحد لحقق مبلسة عوظامي الرياضي عمل له كبير جدًا لسببال الكرة وغير المقولة في محفحوها بجيلا وشكلها انتجيل عمل شغل كويس بأربع فرق بدل الفرق إيل الحقيقة استعداد كبير جدًا على مستوى التدهيز والتنظيم لو جينا نتكلم على مفروع المباراة والمواجهات الفنية طبعا كلين عارفين إن الفرق الأرباح عندهم طموح يوصلوا للنهاء المباراة ما بين برامس وفيوتشارد دي مباراة تعتبر مباراة العودة لكده الفريقين لأن كده الفريقين نتائجه بفقرة لكده لا كانتش كويسة على مستوى برامس على مستوى دوري الأعطال ولا فيوتشارد الفودرالية فالنتائج متراجعة حتى على المستوى الدوري باتشوكا مدرب برامس أكيد تحضره كبير جدًا وكلام كبير جدًا إن لو محققاش قاس السوبر المرة دي هيتم إقالته ده الكلام اللي بدور في الكوانيس بالنسبة للجماهين كمان عندنا بالنسبة لي فيوتشارد فريق بداخل معندوش نقول بيلعب كل الأوراق معندوش مشاكل فيه إن هو يلعب معندوش دقوط بحاول يطلع بأفضل نتيجة ممكنة خاصة إن فريقه معندوش جايبات كتيرة إن كنا لو كنا عبر نصب برامس كامل من العدد لكن فيوتشار بعد ديابات البسيطة الموجودة عنده اللي تمشاف العام المباراة على أرض الملعب بكافة بين الفريقين بس ده يمكن نقول إن ده أول منافسة للفريقين سواء بيرامز أو فيوتشارد متخيل إنهم حيبقوا عندهم نية إنهم يظهروا فنيات اللعب عندهم جدًا علشان يبقوا على مستوى الحدث؟ المرحلة هنا يمكن أن تشجع جدًا سواء التدريبات سواء المعنويات سواء الجماهير الجالية المصرية لتحضر التدريبات هم تشجع يعني تلاقي الجماهير المصرية بطهوة مش مهم هي تتبع فريق أو تشجع فريق إيه؟ فده بيرفع معنويات الفرق الأربعة موجودة جماهير الأكثر موجودة بقوة في التدريبات جماهير موجودة في أستاذ محمد بزاد في التدريب الأخير أمس يعني بصراحة الأجواء هنا تشجع اللعب سواء الملعب والتنظيم فكل الفريق عنده طموح يملك الطموح مفيش فريق جاي بطول عشان يخسروا الروح مفيش فريق جاي يلعب على المركز التالي كل الفريق هدفها واحد وهو الوصول للمبارة النهاية للصور طيب مين أقرب للفوز في هذه المباراة؟ سيد محمد لو نتكلم عن ورق وفنيات لاعب وكورة دايماً بنقول على الورق بيرامس هو الأعلى لكن في نفس الوقت نقدر نقول في يتشار ما عندوش الدخول بتاعت بيرامس يعني على الأرض الواقع نقول على الورق يعني إنت لو تذكر مبارات الأهلي والبحار السعودي المحللين ترجموها عن ورق قبل المباراة فوز الاتحاد السعودي ولكن العالم الأمني بالنسبة الكلام بالنسبة السبعين إلى تلكين بالتحليل الأهلي فاز بسلسين الكلام اللي عن ورق بردنا ده لأن المحللين كانوا بيحللوا أداء الأهلي خلال كام مباراة اللي فاتوا في الدوري المحلي ومبصوش لتاريخ النادي الأهلي وقدرته على تخطي المبارات الكبيرة اللي بالشكل ده لا أسيد محمد هم بصوا للقيمة السوقية لكل فريق على ترانسبي ماركت يعني قم التصوية لديهم بلزيمة وعندهم مراد وعندهم لعبة كثيرة وكانت اللعبة دي بتقلها تتفوق في القيمة السوقية لها على لعبة الأهلي وبالتالي الموازنة الفنية جاءت بناء على القيمة السوقية لكن الأهلي طبعا تاريخ كبير والأهلي قد مباراة من أربع المباراة في كاريخ كثيرة من الدير مفازة جلالة ده الكلام ينطبق على برامس والفوتشة لما هي تقول هو الطموح فين؟ لا الطموح في أرض الملعب على مدار تسعين دقيقة يقدر أي فريق يقدم وقد يقدر أي فريق يفوز ونقدر نشوف مفاجآت كجرة جدا في المباراة طيب خلينا نتحول بقى للأهلي وسيراميكا متخيل المرة دي كولر حيعمل إيه؟ لعبته ما لاحقيتش تستريح ولا حضرك شايف أنهم استريحوا بما فيه الكفاية من آخر مباراة؟ مع أورا وطبعا نتحدث عن الأهلي وجماهيره الحلوة جدا اللي جاءت أبوظابي هنا ومستمتعها باللعبة وبيتليها على المناطية الرابعة في كاسة العالم الأندية لأجواء محفزة ومشجعة لعبة الأهلي بالطبيعي أن الأهلي تعرض لها كبير جدا ويدخل البطولة بشكل سريع وكان هذا السرع الذي يجعله يطلب التأجيل المباراة 24 ساعة لكن الحقيقة أن الظروف صعبة جدا منع التأجيل المباراة يعني الأهلي كان عايز يكون المباراة مثلا يوم 29 عشان يأخر يوم واحد يريح في العجل لكن مجلس أبوظابي مرتبط أو هنا في الدورة بحد الكورة ودورة المختلفين يوم 29 هذا الصوبر الإماراتي هنا بين شباب الأهلي والشباب الحاجة الثانية فيه استعدادات لمجلس أبوظابي الرياضي مع مرس زايد في مصر دي من الحاجات اللي هي منعة التعديل البسيط لمدة 24 ساعة بسبب تاركم في الأجندة وبالتالي الأهلي بيقود كل المباراة بنفس شعاره هو الفوز هل حدوك شايف أنه النادي الأهلي الأقرب لحصد هذه البطولة خصوصا لما نجد تكلم عن تاريخ البطولة هي أقيمة 20 مرة النادي الأهلي خد 13 منه نحن نتكلم على الحصوص نحن نتعرف أن المدارس راميك في البطرة هو أيمان الرمادي أيمان الرمادي له تاريخ في الدورة الإماراتي حافظ الملعب بيه وقد كرأت كرأة جدا في الدورة الإماراتي واللعب بيه على نفس ملعب أحمد دي الزايد الذي يرى المباراة وعنده فيم التدريقي عام وعنده طموح بمجموع من العيب الموجودين معه حتى أن العيب كلها تقريباً يشبع عنه في الأيمان الرمادي لكن في نفس الوقت هو بيلعب مباراة مأضر الفريق اللي قدامه احترام الخصوص وبالتالي لما تيجي تقول مين يفوز الأهلي طبعاً على الورق الأهلي يفوز على الورق الأهلي يفوز لكن المباراة في الملعب التسعين دقيقة قدام لعيب السرعيق لتموح أنهم يصلوا إلى النهاية لأول مرة في تاريخهم زي ما في الشركة في البطولة الأول مرة في تاريخهم أنهم يعملوا إنجاز تاريخي أعتقد الأهلي الأهلي زي نقوله بنوعة الخليجين الأهلي بمن حضر أيًا كده الغيابات الأهلي في المباراة أعتقد أن الأهلي بدافع الجرنزية الرابعة في مجال الأبدية جاء يفرح جمهيره ويوصل إلى النهاية والفوز بالمطولة في أرض الزبس طيب إحنا متخيلين أن المطلوب من لعيبي سيراميكا في المباراة إيه النهاردة والمطلوب من لعيبي الأهلي في المباراة إيه النهاردة؟ قلينا نتكلم على أهية في النهاية هي خطط تدريبية للمدرجة لو رحنا لكولر مثلاً كولر بيعد عيد عن خطة فنية ورح واجه رسالة على السوشال ميديا لجمهير نادي الأهلي عشان يحضروا وقال لهم أننا رسالة لجمهير الأهلي نظف حالياً في الأستاذب بنون روح يعني إحنا موجودين في النادي أو في الملعب بنون روح أو الحياة ونحتاجكم غداً في المدرجات الدعمية لأن الكلام نحر على وقاع دعوة وسائل التواصل الابتماعي المدرب عنده طبعاً فكر جئير وعنده لعيبة ينفذوا الفكر الفني في أرض الملعب سواء في الدفاع أو الحجوم أو شغل التكنيك اللي يتعامل في الملعب في نفس الوقت أيمن الرمادي يعرف إمكانيات لعيبة جداً ويعرف إمكانيات كل دائم وتوظيفهم في المباراة أعتقد أنه سيكون في رقاب على عمل من لعيبة الأهلي من جانب لعيبة السراميكا أيمن الرمادي كان عنده اجتماع الصواعي مع لعيبة السراميكا لأنه سنحضروا من خطة في الفندو ونفس الوقت بالنسبة لأن النادي أهلي كان عنده اجتماع مباراة طلر مع لعيبته إن شاء الله نتمنى بالدرجة الأولى بإدعان النتيجة أن تصل على المباراة بشكل على المستوى الفني وعلى المستوى التنظيم وعلى المستوى الجماهيري بسلوك أو شكل يقدر أو يرفع قيمة الكرة المصرية أو يقول هذه صورة الكرة المصرية ضربة في الخارج يجب أن نعرف أن الصوبة هي مباراة ترفع اتعار الإمارات ومصر قلب واحد وبالتالي نازل تكون صورتنا في المدرجات وكارب المدرجات وفي الملعب واللعيب وتصرفاتهم صورة مثالية لكل نتمنى طيب زي ما كانت منها بتتكلم مع حضرتك دلوقتي نتيجة إجهاد اللعيبة لعيبة النادي الأهلي في كاس العالم الأندية تلات مباريات ومباريات تقيلة التلاتة وورا بعض كولر هيريح بعض اللعيبة يعني هينزل بأكرم توفيق مكان محمد هاني اليو ديانج هينزل مكان كوكا لأن كوكا بيعاني من الإجهاد عنده بعض الترتيبات والتغييرات اللي هادفع بيها من البداية شايفني دي ممكن تؤثر على شكل النادي الأهلي؟ لا أعتقد ذلك لسبب واحد الفريق محمد الفريق القوي والفريق اللي عنده دكا قوي الفريق اللي يقدر يكمل في البطولات هو الفريق اللي عنده لاعب جاهز على الخط بره الأهلي عنده فريق تاني وموجود على الدكا بره وأي لاعب ينزل في جلب اسمانيل ابناد الأهلي وينزل في الملعب بيقادي بنفس اللاعب الأساسي وأعتقد أنه أنا بشوفها أنها إيجابية وفرصة للعيبة اللي موجودين على الدكا أنهم يثبتوا وجودهم الحاجة الثانية هو فكرة قدر في أنه يدفع باللعيبة للصف الثاني يبدأ بيهم على اعتبار أن جريح اللعيبة اللي راجعين من مجال عندها وفي نفس الوقت يجهزوا بالنهاية كاس السوبر اللي هو هيكون من خمس الشهر كل التوفيق للأربع فرق النهاردة نستنين نتفرج على كرة حلوة ونستنين نستمتع بكرة مصرية حلوة تشرفنا في كل مكان وتخلي جمهور الكرة المصرية كله مبسوط وسعيد ويسعد بمتابعة المباراة كل شكرا لك الأستاذ ريدا سليم الصحفي بجريدة الاتحاد الإماراتية شكرا جزيلا لحظة